شبح الغابة قصص الأطفال قبل النوم شبح في الغابة يستمتع الأطفال بالاستمتاع إلى القصص الجميلة قبل النوم وتمتاز هذه القصص بكون نوعا من الأدب الفني يستوحي من الواقع أو الخيال وتعد هذه القصص وسيلة تعليمية وتربوية ممتع للأطفال تغسفين قيما أخلاقية وتعليمية وتوسع أفكار من الفكرة وتعزيز قدتهم على التخيل والتصور يقدم رقع باقة من قصص الأطفال بالصغر قصص أطفال مكتوبة وجديدة بالعربية عالمية وقصيرة مكتوبة قصص قبل النوم شبح في الغابة كانت تعيش أم وابنتها في قرية وكانت عائلة فقيرة تسكن في كوخ صغير وكوني الأم هي المعيدة الوحيد للأسرة كانت تحصل على القليل من المال من العمل في عدة منازل وفي يوم من أيام مرضت الأم ولم تعرف مونة ماذا تفعل لمساعدتها كانت مونة فتاة جدبة ونشيطة وكانت تقوم بجميع أعمال المنزل وفي يوم من أيام ذهبت إلى الغابة وجمعت الحطب وذهبت إلى القرية وباعته هناك بالمال الذي يبحته من بيع الحطب قامت بإحضار طبيب لأمها وهكذا أصبحت تذهب إلى الغابة لجمع الحطب وتبيعه في القرية وفي مكان آخر في الغابة ما الرجل الحكيم على أرواح هائمة في الغابة أصبحت شياطينا بسبب خطاياها فقالها الرجل الحكيم إذا كنتما تريدان أن تعود إلى شكلكم البشر يجب عليكم مساعدة شخص محتاج للمساعدة وفي يوم التالي عادت مونة إلى الغابة من أجل الحطب وبيعك العادة في القرية في ذلك الوقت شدهما الظوحان الكبير والصغير واقترح الصغير الكبير مساعدة الفتاة كما نصحهم الحكيم في اليوم التالي جمعوا للحطب في حزمين قبل أن تأذي عندما جاءت مونة إلى الغابة وجدت الحطب في حزمين لقد سبقوا أحد ما بجمع الحطب وعادت خائبة إلى المنزل خاوية اليدين في اليوم التالي خرجت إلى القرية تجول فيها على أن تجد عملا في الأخير وجدت سيدة موسينة تقوم بإعداد أكايل من الظهور فقالت لها مونة هل يمكنني مساعدتك مقابل بعض المال فقالت لها العزوز يمكن لك أن تساعدين في تحضير أكايل وبيعها في المقابل تحسنها على نصف من الآباء الأرواح ظلت تنتظر مونة لكنها لم تأتي لذلك ذهب للبحث عنها فوجدها في القرية تعد أكايل فأراد مساعدة لذلك يفيدون لها ظهور في السلة بنفس الكمية التي أعدتها خرجت العجوز من الآن وهي ترى أن مونة لم تنتهي بعد من إفاق السلة وقالت لها أن لم تنتهي بعد فقالت لها مونة أنظري إلى أكايل إنه طويل فتعجبت لها العجوز وقالت أن أنت أنسية أنت شيطان يتعدي عن المنزلي عادت مونة مرة أخرى إلى المنزل وهي لم تحضر معا شيئا للمنزل وخطرت لها فكرة أن تعد لعبا طينيا كما كانت تفعل عندما كانت صغيرة واحد من الضوحين خطرت لها فكرة بمساعدتها وهو بأن أحضر جوهرة من منزل التاجر الغني ورماها في الطين قصد مساعدتها لم تنتبه مونة للجوهرة في الطين وصنعت لعبا وذهبت لباعة في القرية وباعت لأطفال التاجر وأن تبهت تاجر اختفاء الجوهرة في ذلك الوقت كان أطفال التجار يتجادل على اللعبة الطينية في شكل الفيل عندها خرجت الجوهرة من اللعبة فقام التاجر بإعطائها إعطاء مبلغ كبير لموني وذهبت فرحة إلى المنزل وبعدها إشتارت منزلا زديدا لعائلتها وظل الضوحان على حالهم ظنا منهما أنهم لم يساعد موني منذ موني 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 muy Maddy mini monimony الشر mainly المعنى المخنان المخنان موني 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 اشتركوا في القناة